مرحبا بكم مرحبا بكم اليوم نرى بعضنا كسكسي أحمر تونسي كسكسي المفور بالعلوش لنرى بعضنا كيفية لنستحق للمقفولة كسكيس نأخذ هنا الحم العلوش أي مام بختي لنرى بعضنا كسكسي وهذا هو الروز الأصفر الروز البخاري الوحيد في تونس يختلف الروز في ساعة الطيب ومنوع الروز في تونس يحب الكثير من ثلاثة تفويرات لكي يأتي معنا ما نفخه نفخه في الماء السخون يحبه 40 ساعة أو 30 ساعة يشرب الماء بعد أن نخص حمليه ومن بعد نخليه ونصمته 5 دقائق يغلي ونصفيه ونجمه ونصب عليه المرقة ونصبه يحبه ونصبه 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 أخذ الماء ونصبه توصيه ونصبه ونصبه يشهد ونصبه 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 أركض أحضب تقعب بصلي كبير ونصبه 3 مغارفة طماطق معجونة و مغرفة صغيرة اهريسة عربي وضع الملح مع الماء مغرفتين صغار ملح وصبيت الزيت وضع الفلفل أكهل وضع الفلفل مهروش وفلفل الزينة فلفل أحمر كروية وكركم وضع كيكا وضع كيكا في طنجرة نضع الفلفل وضع الكوكوت في المدى 0,5 ساعة أو 7 دراج حتى تضيب المرقة جيدا بعد ذلك الماء يضع سألت في كل ماء السخون وضع الماء والشلل في الماء ليس لكي يترنسبران وضع الكوكوت وضع الماء وضع الزيت بعد ذلك الماء اضع نصف ماء وضع الفلفل بطاطة حمص سفنارية قراءة حتيت الفلفل لنكه ونجمع الروز في صوت مرخوفة وحتيت حمص اضع غلوة وخلص فلفل اضع غلوة غلوة لم يتم تغير 5 دقائق اضع طبق الفور اضع طبق الفور وعليك اضع اضع الروز سيفراء اضع السرن قراءة أضيفة ملح الوصول توم الملح بشربة الملح نضيف مرقة على الملح نضيف مرقة نضيف مرقة نضيف مرقة المنجم المرقة نضيف مرقة نضيف مرقة لنضيف مرقة نضيف الماء الماء نضيف الماء الأمر باستخدام 180 درجة حتى نضيف ماء ماء باستخدام 25 دقائق ثم نضيف الماء الروز تنقص يجب أن الروز يتغم تحتك الماء و المرقة المرقة من فوق اضلت ماء و خلطت إذا الروز يحب يقبل الطياب لا يكفيش الماء لماذا قلت لكم اغليه خمس دقائق و صفيه و اضعوه الروز تونسة ساعد 25 دقائق اضعينه نجعله نعود ان اضعبهم بسبب 10 دقائق أو ثالثين يجعله تقريبا يجعله أكثر من 25 دقائق و يجعله 35 دقيقة كما ترى تخلط المرقة الحمراء نضع الحمام وضع الحمام حمص بطاطس نضيف ثوم ثوم نضيف ثوم خفيف نصف وصفتنا المترجم للقصة حمص يتضع حمص يبقى من الصعام اكبر من الصعام وفي حلقة اخرى ووصفة اخرى و بسلامة ترجمة نانسي قنقر